اشتركوا في القناة اللهم امين مولانا يعني في اطار احتفالاتنا بالمناسبة باعياد الشرطة او بعيد الشرطة العيد رقم سبعين ويمكن كلنا بالتأكيد بنؤكد على انه الناس دي بذلت الغالي والنفيس اروحهم ودماغهم علشان خاطر بلدنا تعيش حقيقي حقيقي انا محتاج للمرة قد تكون صحيح المليون ما هو حكم الشرع في من يسهر على راحة المواطن وامن المواطن وحمية المواطن وحكم الشرع في من يؤذي هذا الحارس هذا الجندي الامين بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للجزاء الربان الالهي في الاعين الساهرة قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشة الله وعين باتت تحرص في سبيل الله وهذا هو الرباط الحقيقي والله اوجبه في الاية الاخيرة من سورة اهل عمران يا ايها الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها هذه المهمة الجليلة ما رسها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فكان يتفقد واذا سمع صيحة او جلبة في جوف الليل خرج لتأمين المدينة يعني الجبهة الداخلية الان مارسها كذلك من اشهر الخلفاء طبعا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفي عصره ظهر مصطلح العسس والشرطة فكان او كانت الشرطة بتميز اللي هو بالرتب الان المعروف الجزاء الاوفى ان هؤلاء يؤثرون على انفسهم يسهرون لينام الناس يحققون اسم نعمة الله انعمها على بني ادم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف لان نعمة الامن لا تعادلها نعمة الله جعل الامن في سلاسة اشياء جعل الامن في المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وجعل الامن في الجنة طلوها بسلام امنين الجنة في صوت الحجر وجعل الامن في مصر اخبار الله عن سيدنا يوسف حينما قال لأبيه واخوته ادخلوا مصر ان شاء الله امنين الامن له حماة وله اسباب والشرطة المدنية هي الراعية لتأمين الجبهة الداخلية وبطبيعة الحال الجبهة الداخلية عليها القوات المسلحة الباسلة مجموع القوات المسلحة الباسلة والشرطة المدنية هو خير اجناد الارض التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح لكم مصر من بعد فاتخذوا منها جندا كثيفا وقال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ولم يا رسول الله قال لأنهم واهلهم في رباط إلى يوم القيامة الله يعني أنا أطمئن أسر الجنود برتبهم من العليا إلى الدنيا أن الجزاء هنا يشترك فيه الرتبة والزوجة أو الأخت أو العمة أو الأم إلى آخره ليه لأن الجندي على الجبهة الخارجية إن كان في الجيش على الجبهة الداخلية إن كان في الشرطة المدنية زوجته أو أخته أو أمه وأولده بيصرفوا مصالح البيت من العاشة والتعليم والعلاج إلى آخره فربنا جعل الجزاء مزدوج للاثنين يعني للجندي وللأهل في البيت العامر طبعا حضرة النبي أخبر بأن خير الأجناد هم أجناد مصر وقال صلى الله عليه وسلم أسلم الناس فيها الجند الغربي الجند الغربي إيه أهل مصر ليه؟ لأن الرسول في المدينة صلى الله عليه وسلم غربه البحر الأحمر غرب البحر الأحمر مصر على توازي الخريطة فأجمع المفسرون والمحدثون على أن الجند الغربي هم أهل مصر والوقائع تشهد الدول المجورة من أحداث 2011 معروف ما حصل وما أصابها ووقعت وتمزقت ما عدا مصر إن شاء الله بخير أجناد الأرض أما الشق الثاني حتى لا يضيهمنا الوقت جزاء من يشكك في خير أجناد الأرض أولا يقال لهم ما قاله الله في صورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى بيّن جريمة اسمها جريمة الإرقاف ليتخزيل الجيش لإن لم ينتهي المنافقون خلي بالكم الوصف والذين في قلوبهم مرض نمرتنين والمرجفون في المدينة هذا الوصف الثالث لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوْرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلَةَ الجزاء من الله مَا الْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلَ بِالْحُكْمِ الْقَضَائِيَ الجريمة دي موجودة في كتب الفقه الإسلامي وقل من يذكرها للأسف تخزيل الجيش تخزيل الشرطة المدنية إطلاق الإشاعات وده الآيتين دول في صورة الأحزاب سبب نزلهم أورده ابن هشام في السيرة بلغ رسول الله سلم أن جماعة من المنافقين شوفوا الوصف يكتمعون في دار لإطلاق الإشاعات لتخزيل وتهوين وتوهين الجيش فأرسل إليهم سيدنا طلح بن عبيد الله رضي الله عنه وأمره بعد التثبت أن يعاقبهم عقابا شديدا طبعا حضرتك معروف أن الكارهين الحاقدين لمصر لا يريدون قوة ولا افتخارا بخير أجناد الأرض لكننا نحن المصريين نعلم من قرآن رب العالمين ومن إخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم خير أجناد الأرض وحضرتك أراد الله للشرطة المدنية أن تشاركك الجيش في مقاومة الاحتلال الإنجليزي اللي هم شهداء الإسماعيلية صحيح 52 ثم الله أراد لها أن تكون العدد للحفاظ على الدولة المصرية ولا تنهار الحمد لله ولا تنجرف كمن جرف غيرها يعني إذا كانت الوقائع بسيطة كانت بتستهدف الشرطة المدنية في 2011 سرعان ما تماسكت والله العظيم بضدها التمازل الأشياء الأسبوع أو عدة أيام بسيطة اللي حصلت فيها خلخالة الناس عرفوا قيمة الشرطة المدنية طبعاً عرفوا قيمة الأمن عرفوا قيمة أن ناس يصهرون حتى ينام الغير يعني أنا بقول لنا كشعب مصر الواحد مننا يعني يفتكر ويتصور الآن البرد والسقيع والشتاء القارس هل أحد فكر أن في جندي على الحدود الخارجية في الجيش أو في شرط بيحمل منشآت العامة يتحمل هذا البرد يعني البرد ده يفكرت بأن هناك من يستحق التخدير والتوكير وهم الشرطة المدنية طبعاً والقوات المسلعة ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ومدحاهم وزكاهم وشوف الحديث اللي قلته ده اجتمع فيه سيدنا وباكر سيدنا عمر عليهم رضوان الله ما ألف اتخذوا منهم جنداً كثيفاً وبعدين أسلموا الناس وفي رواية خيروا الناس الجند الغربي اللي هو جند مصر اللي هو جند مصر سواء كان جيش أو كان شرطة مدنية طبعاً بطبيعة الحال نحن ندين ونشكب أي مساس بالقامة والقيمة الجيش والشرطة المدنية مجموعهم كما قلت هو خير أجناد الأرض إيه الحكم في من يقوم أو يحاول إذاء سواء إذا كان هذا الإذاء بالقول باللفظ بالفعل إلى آخره لا الجندي اللي صهران علي اللي بيحميني اللي بيدفع عني اللي بيرد العدوان الذي يكافح الجريمة إلى آخره الحكم الشرعي في هؤلاء ما سكرك في الآيتين اللتين ذكرتهم في صورة الأحزاب لإن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرب و المربفون بالمدينة لنغري أنك يعني أنصلتك عليهم هذا خطاب للرسول و لكل ولي أمر ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ده على فكرة دي سوء الآن إسقاط الجنسية يعني لا يستحق المواطنة ولا شرف المواطنة ما يجب حد يقول لي لا ده هنا المذكور في صورة الأحزاب متعلق بظرفية و مكان المدينة المنورة و حسب ولا أنه كان هذا أو كان هذا ذكر للخاص ليطلق على العام أحسنت لأنه عندنا في علم و أصول الفقه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني قد تأتي آية أو يأتي حديث لواقعة معينة لكن إحنا مش هنقف عند الواقعة يبقى ده زمان تتفضلت حكم عام و مطلق يبقى ولي الأمر هنا فيه من يكيد للجيش أو من يكيد للشرطة المدنية الله جعل له حق أنه يسقط الجنسية عن هؤلاء الأمر الآخر أنه في لعن إلهي لهؤلاء أو ملعونين أينما سقفوا سواء كانوا في الكهوف و تحت الأرض كما هم بعضهم طوارى الآن أو كانوا النعيخ و الجعير و النعير في مكرفونات في بلاد معادية لا تريد الاستقرار للبلاد صحيح فالله هو الذي حكم عليهم ملعونين أينما سقفوا يستحقون بالحكم القضائي الإعدام مش من نحن أخذوا و قتلوا تقتيلة و هذا يدل على مكانة الجيش و على مكانة الشرطة المدنية و على فضل الرباط و نقول لشرطتنا المدنية كل سنة و أنتم بخير و مصر فخورة بكم من أكبر ردبة إلى أدنى ردة صحيح أنا أشكرك جدا يا مولانا أوجزت و أصبت و أفدت كما جرت العادة ألف ألف شكر لمولانا فضلات الدكتور أحمد كريم و أستاذ الفق المقارن بجامعة الأزهر كان منورنا و للأسف خلصت حلقتنا لحد دلوقتي لك اللي يمكننا العمر إن شاء الله نتقابل بكرة في نفس المعاهد و برنامجيكم التاسعة انتظروا كريم رمزي و الرقم عشرة كريم داخل هناك و شوفتوا خلاص استنونا سلامات موسيقى